هذا ونظمت مؤسسة حياة كريمة مبادرة تقدر في عشرة أيام بمحافظة القاهرة بمدرسة النقراشي الثانوية بنين بمنطقة حضائق القبة وتهدف المبادرة إلى مساعدة طلاب الثانوية العامة على تخطي التوتر والقلق الناجم عن الامتحانات من خلال نصائح وتوجيهات متخصصين في مجال الدعم النفسي بإضافة إلى تقديم مراجعات نهائية التي شاملت كل المواد بهدف تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتيسير الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي نحن بنكمل فعاليات مبادرة توتر في عشر ايام برعاية مؤسسة حياة كريمة بتعاون مع وزارة تربية والتعليم ومؤسسة فضفون ومحافظة كايرة النهاردة اليوم التاسع على التوالي نحن موجودين مع الطلبة بنقدم لهم المحاور التعليمية المكونين من ثلاث محاور المحور الأكاديمي والدعم النفسي والمحور الغزائي بنقدم لهم المرحز كايرة زي ما بيقولوا كده هوت الكابسولة النهائية في العشر ايام الدعم النفسي للطلبة بالنسبة لنا في مؤسسة ده حاجة مهمة جدا الطلب النهاردة داخل ومقبل على الامتحان بيبقى متوطر وعنده قلق جدا وخوف من الامتحانات والاختبارات لا احنا النهاردة بنقدم له الدعم النفسي بنخليه متقبل الوضع ويتقبل الوضع بعد كده بعد الامتحانات هو ويأولياء الأمور الدعم الغزائي النهاردة بنقدم لهم وجبات للطلبة من حيث برضو انها تساعدهم على التركيز اكتر ويكونوا متواجدين معنا ويتفاعلوا معنا للطلبة عندنا مادة التاريخ وعندنا مادة التربية الدينية وعندنا مادة اللغة الانجليزية ودول مبسمين على 3 مراحل وبيكون ما بينهم فواصل وبنتم توزيع وجبات على جميع الطلاب في فترة البريك ما بين كل محاضرة او كل حصة وبالفعل الحمد لله قدرنا ان احنا نوفر للطلب كل ما يحتاجهم من بدرة حياة كريمة بحيث يكون دعم له في ان شاء الله امتحانات السنوية العامة طالب لما جيه وحاس ان هو بيعامل معاملة حسنة وبيتعامل مع المدرس من المدرسين المرموقين اللي اسموهم معروف في الشارع بدأ ثقته فينا تزيد وبدأ يطلب حاجات خارجة عن الجدول المعدود من قبل المؤسسة يعني طلبوا مثلا مراجعة تربية دينية طلبوا مراجعة تربية وطنية فبالتالي اقبال الطلبة وسقطهم في معلميهم وفي مؤسسة حياة كريمة ده احنا لمسناه في وجودهم المستمر الولاد استفادوا جدا جدا ومبسوطين اولياء امورهم فرحانين وخصوصا ان الدعم هو دعم تعليمي ودعم نفسي ودعم اجتماعي في لقاءات توعية كتيرة لاولياء الامور دي كانت حاجة كويسة قوي علشان خاطر يدعموا اولادهم في السنوية العامة الولاد نفسيا هديوا جدا كتير فالحقيقة مجهود مشرف ومفزول من جميع اعضاء مؤسسة حياة كريمة كل الشكر والتأديل لهم طلاب جم يعني زهلوا من الاستغبال والاعداد الكبيرة اللي جات لان كانوا موجودين معنا احسن مدرسين في الوزارة مش في حدية الوبة بس ودولا اصلا اسات زيتهم واباهم قبل ما يكونوا اسات زريهم يعني فشكرا لمؤسسة حياة كريمة على الدور الجميل ده والعمل الخيري واجمل حاجة في العمل انه بيدور بحب انتبقى الطلاب هائل جدا وفيه اعداد كبير جدا من الطلاب ابتدوا يحضروا ابتدوا يستفيدوا جدا وبيتمنوا انها تدوم على طول هي خفيفة العب اجامل جدا على ولي الامر لانها معمولة بالمجان ودايما ومعهم احسن مدرسين على مستوى ضرورة حدية الوبة كلها في مجهود واضح جدا من مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الربعة التعليم في تنفيذ توجهات قيدة السياسية في رفع المعاناة عن كاهل الاسر وخصوصا الطلاب زي ما احنا عارفين التكاليف الامتحانات والكتب والحاجات دي فيعني ده مجهود مشكور جدا لمؤسسة حياة كريمة والاعداد كبيرة جدا انا شايفها والطلبة بتستفيد فعلا من المجهودات اللي حصلة مؤسسة حياة كريمة موفرة مراجعة في المدرسة مجانا وجيت حضرت محضرات ده علم المعلوم وموفرة لنا كل حاجة ووزعوا علينا ملازم وبصراحة يعني تعبنين معنا لأيام الفاتر كلها